كم السفقة؟ كم السفقة؟ شو مش؟ أنا بس أهلس أبع للعيب بس في كلام ولا لا؟ صلاح محصن؟ لا عشان معلومة لعندي إن في كلام أو في محاولات لسه من بعض رسطه نادز مالك خلص نفسك بنفسك مع نادي الأهلي وتعلزق مفيش الكلام تهو؟ مش خلص هو نافع على مسؤوليته؟ اه مفيش 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 الكلام من حيث المبدأ؟ من حيث المبدأ اه مفيش مفيش لو حد من الأهلي يبقى عبدالقادر عبدالقادر اه يعني لو يعني الأهلي يبقى لو فسخ عقده مع صلاح محصن إذا ماك مخدوش؟ لا مش هتحرك تمام إذا ماك مخدوش صلاح محصن خالص؟ لا حتى لو محتاج مهاجم لا 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 بعيد خالص كريم بعيد خالص جداً صلاح محصن بعيد بشكل كبير عن حسابات ناد زمالك مفيش اهتمام طب سألك سؤال بس باختصار تقول لي يعني مش عايز يخش فيها تفاصيل هل أسباب فنية أنا هو مش عايز يسرح محصن فنياً أصلاً؟ ولا لسبب الدوشة اللي حاصلت حوالي الفتاة الأخيرة؟ وكده كده زمالك مش نقص دوشة اه فبالتالي الموضوع مش فني الموضوع بعيداً لأن صلاح فنياً عنده كتير في الكورة كان في امبي بيقدم مستوى كويس بعد تجربة امبي بص صلاح من لعيبة أصلاً حضرت موقف طريف كده يا كريم في القصة دي يعني كابتن إيهاب جلال كان مدرب لامبي وقتها موقف تكرم موقف ده كابتن إيهاب شاف أن صلاح محتاج يشتغل عن نفسه فقال له أنا هجيب لك مدرس إنجليزي يقعد معك قبل التمرين بعد التمرين تشتغل عن نفسك عشان تحترف فهو قال له أنا أنا هقاعد في مصر فمجيب ليش مدرس إنجليزي ما جافش مدرس إنجليزي فصلاح بعيدنا عن الكورة يعني خلينا أقول لك أنه كان محتاج يشتغل أكتر عن نفسه هو قد المستقفاني كويس جدا معين بي ولكن هو بعيد عن الزمان ها هنكمل مع بعض مش هسألك بقى الاستفاقات هسألك هالمدرب عشان دي حاجة برضو مهمة جدا